خمسة في ستة بتلاتين ازاي نجيب التلاتين او نتعامل معاها ازاي يعني خمسة في ستة دي او تقسم او تضرب او تعمل معادلة ازاي حصة تعليمية للحساب على طريقة المصري القديم والعقلية المصرية بتاعة التاريخ الفرعوني والحسابات ازاي ادروا يقدموا الحسابات بالطريقة دي فكرنا ان احنا لانه زي ما قلتلكم الكتاب اللي بيصير الجدل في العالم count like Egyptians او احسبها زي طريقة المصريين او ادرسها او اتعلمها طيب ازاي كتاب ده عامل اثارة جدا للجدل ده وصورة الكتاب زي ما انتوا شايفينها على الهوى وبيقولك احنا ليه في العالم مش بنعرف نحسب زي المصريين ده الاسهل واحسن ده اللي خلانا هنا نعمل حصة حصة في التاسعة ومعايا الصبورة البيضة الحلوة دي هشرح لكم كل حاجة وحيكون معانا في الشرح ابن المصريين دكتور خالد غريب واستاذ المصريات كلية الاثار جامعة القاهرة مساء الخير يا دوني مساء الخير على حضرتك count like Egyptians الكتاب ده ازاي يعمل الدجة الشديدة الكتاب اولا هو دجة موجودة ولكن خلينا ابدأ بحاجة قديمة سنة ستة وخمسين رحمة الله عليه الاستاذ الدكتور عبدالعزيز صالح قدم رسالة الدكتورالي التربية والتعليم في مصر القديم تعامل فيها وشرح فيها كل ما كان فيه المصريون يتميزون بعبقرية الزمان والمكان عبقرية الحساب كان يقول جملة لطيفة قوي حين تحسب فكون هادئا ولا تدع صوت يسمع اه يعني انت ادخل الحسابات بالراحة على فكرة يحسب بالهيروغليفي حسب حسب هي نفسها نفسك خلينا حاجة احنا النهاردة يمكن من ضمن الحصة ان حتى انا بتقول مصطلحات مصرية قديمة لذلك مستعملة الغدلوقتي مستعملة في الحساب لان افلاطون افلاطون قال النجحوتي اللي هو واجهة الكتاب او الغلاب بتاع الكتاب اللي قدامنا كاونت لايك جيبشنز جحوتي قال ان جحوتي هو اللي علم العالم الارقام والحساب خلينا نقول الناس انه ده جحوتي ده الملك المصري لا ده المعبود المصري ده بمناسبة شعار جامعة القاهرة بذات شعار جامعة القاهرة وهو اللي علم وفقا لفلسفة اليونان بذات فلسفة اليونان قال وكان بيعيب على اليونانيين ان ما تعلموش من المصريين ليه الحاجات دي المصري كان عنده الحساب كان بيعلم من 3000 قبل الميلاد يمكن قبل 3000 لقينا في مقبرة عرفت 1000 قبل المدحة يعني بكرت 5000 سنة دلوقتي طبعا لقينا في مقبرة أرقام 80 240 الأرقام دي ايه هل أرقام يعني لما بدأ هل سبتها ايه يبقى إذن هو بدأ فكرة دولة المؤسسة دولة المؤسسة القيمة على مبدأ أساسي وهو التعليم فالتعليم عند عرف حقيقة المدرسة كان اسمها برعنخ بيت الحياة وانت رأيك لقينا طفل بيعلمه فاكرة حضرتك زمان الكراسات كانوا بيعلمون على ظهرها أحداث لما تلاقي حضرتك الحتة الكسرة الخشب بتاعت الورد البورد بتاعه الخشب بتاعه ده أو حتة الكسرة الفقر بيكتب عليها وبيكتب عليها حسابات رياضية عندنا كتاب أحمص عندنا بردي ترند الرياضية عندنا حصص المدرسين ده هنقول معادلات يعني هنقول طب بس أنا أقول حاجة بصراحة معلش يعني تحملنا يعني وزير التربية والتعليم الكلام ده مش موجود في التعليم الماصري الوقت ليه ما بنحكيش عن الرياضيات والحاجات والحسابات ليه ننتظر كتاب يجي لنا من العالم يتكلم علينا وعن العبقرية بتاعتنا وإحنا ما ندرسوش لأولادنا هو الكتاب موجود في مطبع احنا قلنا أن الفكرة موجودة ولكن زي ما بقول حياتك وعقدة الخواجة لكن هو ده موجود ليه استنى الخواجة يتكلم عني إذا كانت كتابي وفي بيتي وأحلي وجدودي ما أنا بقول حياتك هيا دي المشكلة يمكن في رمضان اللي فات بدأت شوية بعض القنوات تفكر من خلال يمكن مثل سلسل الانيميشن بتاع الأطفال اللي تعرض اللي هو حاجة يعني أنا كان ليه شرف نشتركت في البداية التاريخية بتاعت الحقيقة كنا بنتكلم عايزين نحط بقى اللي الأجانب بيقولوه لأ إحدى بتاعنا احنا أيو أنا مش مستنيع الأجانب ده أنا عندي المخزون أنا الأصل أنا عندي أنا عندي نقول لإيه المفتاح يعني هو على فكرة هو بيش كتير من الحضارة المصرية أو الإيجبطالجي زي العالم ما بيقول عليه لما بيجوا يتكلموا عليه حضرتك بتبقى المشكلة اللي بتقبلهم إيه إنه بشرحوا من وجهة نظره من وجهة نظره هو مش قادر يفهم عقدتنا الشعبية الشارع المصري الحارع المسلسل اللي بتتكلم عليه اسمه يحيا وكنوز يحيا وكنوز أنا عايزة أقول لك حاجة يا دكتور يعني أنا كمان وقفت عنه هو مش بس الكتاب لكن بدأت كمان محطات أمريكية تعد تشرح وتقول ويقولوا أنا عجبني إحنا ليه ما تعلمناش زي المصريين يعني إذا كنا إحنا بنشوف إنه العالم بره تعلم وسبق لكن هو دلوقتي بيرجعوا بأنه طريقة المصري القديم هي أسهل وأبسط لتعليم الحسابات يعني هم بيعيبوا على العالم من ناحية التعليم إنه إزاي ما تعلموش بالطريقة المصرية ما أنا أقول لك المصري تعامل والمصري مش يعني مش طبقات يعني حضرتك قبل الحالي بتقولي أنا كنت تعلم رياضة فحضرتك عارفة إنك لما درستي درست إيه مثلا مرحلة وبعدين كبرت وبعدين وبتريتي تتعاملي لكن إنت لما تتعامل دلوقتي بنتعامل من خلال الكالكوليتور بنتعامل من خلال كان دايما وإحنا صغارين في المدارسة يقولي هتقال حسب أو في الجامعة دي بيقى موجودة ما تدخلش من غيرها المصري القديم كان بيبدأ يعلم يعلم الطفل الصغير إزاي تحسب السنين من أول حاجة كان يتعلمها إزاي تحسب حسابات السنين والتقويم ده كان مهم جدا التقويم المصري يسير على نمط العالم بيتعلمه صحيح أنا عايزة أقول لحضرتك حاجة الفلاح المصري الفصيح حافظ المواسم بطريقة المصري القديم طب أقول لحضرتك حاجة تيجي نقولي الشهور كده بسرعة في دقيقة توت هو شحوتي ده وفيقولي الفلاح عندنا فص توت رأي ولا فوت بابا موكب أمون بابا اقفل بتضربة عشان الشتاء دخل هطور دي هتحور ربط الحصاد هتحور الدهب منطور الأمح كياك ده وقت الحصاد وقت الأمح ما بتبقى بذوره لونها الدهبي بتبقى لسه نزوم الدهب كياك كاحر كا عيد ميلاد الأرواح كياك ده بتع الشتاء اتولد فيه عند المصري أذريس صح طوبة الحنطة طوبة الشابة كاركوبة مخير كل خاف الهيروغليفي اتقلبت شين في القبط الخاف بقت شين ما خلي بحثين ده هنقوله في المثال مخير بقت مشير بقت أمشير برمهات ببرئ من حطر روح الغطوهات برمودة اللي احنا فيه لا احنا عدنا عدنا شوية لا احنا دلوقتي ببشنس احنا دلوقتي ببشنس بشنس احنا عندنا ذكرى حلوة قوي كمان كم يوم حاولها دلوقتي يقوله برمودة دق عمودة ابتدى يبزر بشنس الشين كانت خاه بقيت بقى خنسه خنسه ده معبود مصر في الصعيد بشنس يكنس الأرض كنس احنا بقى المناسبة لبشنس واحد ستة وفقا لحسابات المصريين واحد ستة 24 بشنس سيد المسيح عليه السلام دخل مصر اه الله دي ذكرى كبيرة طيب بعدين جيلي بقونا بقينة عيد الوادي عند الفرعنة حضرتك تلاحظي في نص ستة التاني ان النيل معكر صح ليه يقول الناس بقى اللي بيكروف السياسة يقولك لا مش لا ده بقونا حجر تنشف مية على شجر ايوه صح لان المية بتنش طب شفت العلم ده انا نفسي العلم ده يبقى مدرس مهو يعني يبقى بدل من نشوفه في كتب للخواجه زي ما قلت او للغرب يبقى مدرس لأولاد طيب اخر سؤال قبل ما نطلع فاصل وقبل ما نبدأ الحصة بتاعتنا السؤال ايه الفرق بين الرياضة او الحساب بتاع المصري القديم والحساب الحديث او الحساب اللي بتعلموه في العالم مفيش اي فرق المصري نقل حاجات كتيرة العالم بتعلمها بدون ما ينسبها للمصري بمعنى بس دلوقتي لما بشرحوا بيقولوا ليه ما تعلمناش زي المصري هقول لحضرتك احنا دلوقتي مثلا زي ما هاخد مثال عشرين في تمانية مية وستين خلاص انا حفظها كده طيب ازاي بقى انا وصلت لدي ازاي المصري عملها ازاي ناخدها احسن في الحصة ناخدها في الحصة طيب خلينا نكمل مع حضرتكم فاصل قصير وارجوكم حضروا وراء وقلم وتفضلوا معنا في الحصة التعليمية بس كاونت لايك ايجيبشنز في التاسعة احنا دلوقتي موجودين في الحصة والحصة دي مش عشان اي حاجة علشان تعرفوا ازاي هذا الكتاب المثير للجدل اللي بيتكلم عن طريقة حساب المصري القديم واللي العالم النهاردة بيقول ليه معلمتوش ولادي بطريقة المصري القديم حضرتك قلتلي الفرق كنت لسه هتشرحلي بين الحساب القديم والحساب اللي في العالم ما بقول لها نفس الفكرة وحنعرض دلوقتي امثلة نشوف ازاي بيعلم بس المصري كان بيعلم بطريقة لطيفة جدا كان بيعلمها بشكل لغز شكل حدوتة شكل مشوك يخلي الولد يخلق روح التنافس ما يخلقش روح الكالكوليتور طب انا جاهزة للحصة بس هنتفق حين تحسب كون هادئا ولا تدع صوتي يصنع ده المصري قديم اول درسة علمونا يعني ان الناس تبقى هادئة احنا كلنا هنبقى الجاذي اللي انا كتبته ده قديم ايش ممكن خطي في الهيروغليفي سوية شوي لكن المصري عمل حاجة الاعداد اول حاجة الطفل بيتعلمها في المدرسة عشان يتعلم حساب العدد المصري عرف واحد لغاية عشرة عرف من عشرة ومضاعفتها عرف المية عرف الالف عرف العشرة التلاف عرف الميت الف عرف المليون الجميل عندي ان انا عرفت الرقم في حضرات تانية الناس كلها عارفة ان في حضرات خدتها بالحرف الابجدي يعني الحرف كذا يسوي كذا لكن مصري القديم لا الحح يعني مليون حفن اه سميها حفن يعني ميت الف طيب قولي بقى الطريقة اللي هم في العالم شايفين انه ليه معلموش ولادها ولادهم زي طريقة المصري نبدأ بها كده طريقة لطيفة هناخد مثال هنضرب عشرين تمام في تمانية على هنقول العشيف تمانية مئة وستين مصبوح ده الرقم بتاعي صحيح المصري القديم عشان يعلم ولاده صح ويحفظه الدنيا ماشي ازاي التمانية عدد زوجي ولا فرطي زوجي زوجي طيب انا هعمل القاتي عشان اعلم ابني من البداية ماشي ادي عشرين تمام زيرو تمام عشرين في اتنين مضاعف يساوي اربعين عشرين زيرو تمام مضاعفات لاتنين اربعة عشرين في اربعة تمانين عشرين في ستة بقى انا ياسف مئة وعشرين في تمانية مئة وستين دي اول طريقة اللي بيها الولد الصغير عمل دي وطلع النتيجة قال له دي النتيجة هتهالي فهو هنا خليني اشرح يعني دي طريقة اللي انا شفت كمان ان هم مستغربين قوي ما بتتعملش بره ما بيدرسوش كده بره ليه دي الطفل بيتعلمه هو سنه ثلاث سنين عند المصر القديم او اربع سنين ما هبداية الدراسة ما هبداية التعليم هنا يعني المصري القديم الطفل اللي كان عنده ثلاث سنين هو اللي كان بيتعلمه بالطريقة دي او اربع سنين اه في المدرسة كان بيتعلمه بالشكلة في البرعنخ بيت الحياة تعالي حضرتك بقى لو انا حامل هنا عشرين فيه طب وانت بتمسح ليه مثلا في العالم ما تعلمش بنفس الطريقة دي اذا كنت انا ما نقلتهاش للمصري في الحديث هنقلها للعالم ازاي يعني اذا كان الابن انا في المدرسة يعني كتاب سيدان نهاردة بيخليه لأ انا بقول له قبل ما تقرأ كتابنا يعني ممكن هما دلوقتي بسرعة جدا يرجعوا يبدأوا يعملوا الطريقة جديدة للأجال الجديدة 90% من الحصة بتاعتنا انا واخدنا بالعبلاي الصالح كتابه ومقاله اللطيف عن الرياضيات في مصر القديمة الله يرحمه طبعا انا كل الاحترام للكتب عبدالعزيز صالح ولكن انا بتكلم انه حتى ابننا المصري ما بيتعلمش بالطريقة دي بتعلم زي العالم زي الاجنابي زي الاجنابي انا ما علمتهاش ليه يعني انا ما بدأتش عندي عشان انقلها في العصر الحديث عشرين في سبعة كام حطي اللي 140 طيب السبعة زوجة ولا فردي فردي يبقى عشرين في واحد عشرين تلاتة بقى تلاتة ايه ستين خمسة مية سبعة مية واربعين مش عملا على فكرة مش ممكن اي طالب ينسى ده وبيعملها بقى شكلتين يعني لما هي تمشي كده اولا هتخليه هو ماشي يعني فردي واحد تلاتة خمسة سبعة كلها فردي 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 بالضبط هو تعلم من هنا الزوجة وتعلم الفردي تعالي بقى حضرتك لما بيكبر شوية هيلحبه شوية بقى وحيقوله المثال ده انا هقوله حضرتك زي المصر القديم ما علمه مسألة بيت شارع انا اسم شارع يعني الناس لو بتكتب معي شارع اه في سبع بيوت تمام كل بيت في سبع قطط صح كل قط كل سبع فران دي ساي الالعاب اللي بنلعبها كان بيحلموا كده في المصر حليفت حليفت بقى فيبدل الطفل يعني في دماغه كل حاجة يعني كل فار كان سبع سنابل اه كل سنبولة كان فيها سبع حبوب وطلب المدرس من الولد يحلها بطريقتين مش طريقة واحدة هنا بالامة الولد كبر شوف حيك الولد عملها ازاي اه عملها ازاي بص يا حبيب ده الولد المصري القديم يعني انا هنا بتكلم مش الولد بتاعنا بتاع الزمن لا لا حبيب انا بتكلم في الفين قبل الميلاد اه تقريبا طب خلينا نكتب العنوان ده الطفل حضرتك معلش نحنكتبه الطفل في الحساب في سنة الفين قبل الميلاد بالزبط تمام ناخد بس خط كده عشان ده العنوان بتاعنا وحضرتك نشرح فضل غرد غرد يعني طفل غرد ام في حسب حسب غرد في حسب غرد في حسب بالزبط غرد ام حسب والبنت اسمعها ايه غرد بل هو الطفل اه الطفل طيب غرد تيجي حريك بقى نشوف الغرد المصري عمل ايه تمام ادي عندي ايه حضرتك سبعة بيوت كل بيت خلينا نقول الناس احنا بنشرح المصري القديم عملها ازاي عمل ازاي انا بتكلم انا بتكلم بالدخل الحساب في دماغ الطفل اللي عمره من ثلاث لأربع سنين ازاي بالفضل وده اللي بيبهر العالم دلوقتي وهما بيدرسوه عايزين يدرسوا طريقة المصري القديم فحنبدأ عمل سبع بيوت كل بيت في كام سبع قطة ايوه كل قط هو دي اللي هي بتاعة 140 صح لا لا دي حاجة تانية خالف كل قط أكل سبع فران سبع فران كل فار أكل سبع ثنابل تمام كل سنبلة بها سبع حبوب انا عايز منك انا بقى كامدرس بقول لحضراتك الطفل المصري انا ياسف طبعا معا انا الغرد في الحسب الغرد هنا محسب طيب انا عايز من حياتك عدد البيوت والقطة والفران والثنابل والحبوب اديني التوتل بتاعهم ما هعد بقى لا مش هنعد مش هنعد هقول لحياتك قاله تعملها بطارتين الولد الطارتين ورهم لنا على الأستراكا على كسرة سبع بيوت سبع قطة سبع فران سبع سنابل ما تبقاش خمسة وثلاثين يا فن لا ما تبقاش هقول لحياتك سبع بيوت فاربعة لا يا فن سبع بيوت كل بيت في سبع قطة يبقى سبعة في سبعة دي أول طريقة كل قط كان سبع فران يبقى تسعة واربعين آه شفت حياتك وعمل صحيح لا لا حقول لحياتك دي طريقة الأولينية أيها والمضاعفات تلتمية تلاتة واربعين في سبع معلش أنا حلتها عندي فهو يفضل ياخد المضاعفات كلها ده الطريقة الأولى ودي الطريقة الأسهل بص الطريقة الأصعب اللي هيعملها بعد كده الفين تلتمية واحد في سبعة اداني خمستاشر مية وسبعة اجبع بقى كل دول دي طريقة أنا فهمت أصدك هو عمل مضاعفات السبعة طول الوقت عارف حضرتك فالتسعة واربعين في سبعة في أحد المحاضرات سبعة 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 مضاعفات في أحد المحاضرات طلبة الجامعة وانا بشرح فقلت له من الجملة المس يعني بقول لهم حاجة من إبداعات المس الأدين فبقول له دي كل اللي قاعد قال لي خمسة وثلاثين هو ضرب سبعة في خمسة سبعة في خمسة في خمس حاجات بالضبط سبعة في خمسة دي أول طريقة ودي السهل لكن هي السبع مضاعفات بالضبط طب الطريقة الثانية عملي بقى الطريقة الأصعب أو دي الأصعب الطريقة العلم ما بيذكرش كده دلوقتي ما بيذكرش بالطريقة دي الأصعب دي الأصعب الأسهل بقى الولد عملي الأسهل دايما حضرتك الأسهل بتبقى الأطول لما حضرتك بتبدأي مع ابنك هو صغير بتتديله الحاجة هارف حالي بتعمليه بتفرديها طبعا فعمل إيه خد كل بيت ونصيبه من كل حاجة آه آه يبقى البيت بيت واحد البيت في كم سبع قطط سبع قطط خد قطط بقى أو ليه لا السبع قطط بقى في كم فار بقى في كم كذا بقى في 49 فار بقى في كذا يعني البيت في سبع قطط في 49 فار في 343 سنبولة كله سبع في سبع في سبع في 2301 حاجة ده البيت الواحد حضرتك بقى اضربي في سبع في سبع بيوت في سبع بيوت في سبع بيوت هيطلع التوتل بتاعي اللي هو هيبقى 17 807 هي كلها بتتكلم عن المضاعفات فعشان يشغل دماغه إنه كل حاجة تبقى في سبع في سبع في سبع بالظبط دي مسألة ناخد مسألة تانية ناخد طيب أو ناخد حاجة تانية انت عايز تكلمني عنها برضو في طريقة ما أنا حواليها حضرت أعلى بقى شوية الولد كبر شوية مقدار دي مسألة تانية دا كان بيبقى عمره كم سنة من خمس ست سنين خمس ست سنين يعني بتعلم المضاعفات دي بيتعلم دي طيب تعالي حياتك بقى نشوف لما يكبر شوية كبر شوية بصي بقى المسألة دي لأنه تعامل معها بطريقة يمكن ربنا يحفظه جزب بنتي هو اللي سميها لأنه هو مهندس فقال لي دي بنسميها دلوقتي المعدلة الوهمية أو العدد الوهمي قال لي لما بقول قلت له حليلي المسألة دي زي المصري محلها مقدار مقدار X دا اللي العالم كله بيقول دلوقتي X ايوه دلوقتي يقول X على أي حالة اضيف اضيف اليه ربع فاصبح 15 تخليها دي مسألة مقدار اضيف ليه ربعه فاصبح طيب الربع هنا بيدي دايما عنده ايه 1 على 4 1 على 4 الربع فاصبح عنده العدد الوهم اللي هو اخده كام 4 4 دي اللي هو عدد الوهمية عنده 4 طيب ربع ال4 كام 1 4 الربع بتاعه يبقى كام 5 5 على 15 3 3 3 ف4 4 تبقى كام 10 يبقى الرقم 12 طيب سؤال تيجي حضرتك بقى نقول مقدار اضيف ليه ربعه فاصبح 15 الـ 12 ربع الـ 12 كام 3 3 صح 3 صح صح خدت عين شفت حيك وعمل ايه هل هي ممكن تبقى كده دي واحدة الالم بس فضل لي فقط يعني هل هي ممكن تبقى كده 3 في 4 على 12 بلذب بلذب حول الفكر كله من المتراضف المصري من السلوك المصري من الحاجة المصري لأن خلي بالحضرتك اللي جاي لك دايما ما عندوش المخزون بتاعك عارفه حضرتك لما حد يدخل بيتك وما عندوش الحاجة المحترمة الفخمة للبيتك بيحاول يمحيها عندك مش بيحاول ياخدها منك ويكتسبها يمحيها عندك ومع الوقت لما هو يشتغل بها يقول إن هو اللي اخترح طب سؤال تاني ليه الفلاح الفصيح لغاية النهاردة هو بيزرع بيزرع على طريقة الأجداد زي ما حضرتك قلت يقولك لا وقت الغيط بروح الغيط وهات يعني معناها خلاص إن الزرع طلع والدنيا طلع ليه لم يدرس حتى ده هم بياخدوه عادات وتقاليد أنا بقول لحضرتك لما بنيجي ندرسه حتى للطلبة دلوقتي كتاريخ بيقولك ده عادة وتقاليد ده دكتور إحنا ما بنعملش كده أبسط سؤال يقولك إيه هو هيدخل في الامتحان يعني حتى لما بتدرس الجزء ده هنستعمل التقوم الميلادي كام واحد فينا يعرف بشانس وتوت وبابة وبرمهات لأن حتى الفلاح اللي كان بيحكيها لولاده ما بقاش موجود أعتقد ده دورنا نحن نرجع نعيد الأشياء ولا ننتظر لمجرد إنه كتاب يسير الجدل لأن عندنا في مصر وعندنا في عالمنا كتب أصلا وعندنا مخزون ثقافي هو أصلا مصير للجدل طول الوقت حقيقة أنا استمتعت جدا دكتور خالد بجد وحاولنا إن إحنا ننقل للناس إنه عندنا حاجات الناس بتتكلم عليها طول الوقت يمكن ما ننتبهش لها لا بتتكلم عن حساب المثلثات يعني الداني إن نص القاعدة في الارتفاع والمثلث اللي العالم كله بيدرسها صحيح يعني المصر ده الداني إن الدائرة قطرها كذا الحاجات دي لما بنيارها دلوتي العالم خدها كلها بس إحنا كنا نعرف إنها بتاعت المصر قديم طبع لأ عشان كده لازم نرجع وندرس كده لازم كاونت لايك إجيبشنز كاونت لايك إجيبشنز وده اللي نختم به أنا بشكرك جدا دكتور خالد غريب وأنا بشكركم جدا حاولنا نعمل كده الحسة التعليمية دي مش عشان أي حاجة بس عشان تتأكدوا اللي عايز يقرأ الكتاب كاونت لايك إجيبشنز موجود ولكن عندك في مصر كتب كتيرة جدا عندك مناجم عندك معابد عندك علماء عندك خبراء عندك مصر نفسها ده اللي أنا حختم به النهاردة في خميس التاسعة غدا بإذن الله الزميلة العزيزة دينا عبد الكريم مع التاسعة يوم الجمعة أما أنا ألقاكم الإسبوع الجاي على كل خير تصبحوا على ألف خير موسيقى